أكدت الدنمارك أنها تعتبر مخططة الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ووزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكراس موسن جدد في بيان المشترك تم اعتماده أمس عقب محادثات أجرها بنيويورك على همش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء المغربية ومبعوث استفاندي باستورا وكذلك الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول بين جميع الأطراف لهذا النزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة وفي إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس